تتواصل معاناة سكان غزة مع صمرار القصف الإسرائيلي في مختلف عنحاء قطاع وسط أوضاع إنسانية صعبة بسبب انقطاع الخدمات الأساسية من القهرباء والمياه والوقود والطعام وخروج أغلب المستشفات عن الخدمة ويحاول النازحون الفلسطينيون بكل الطرق البحث عن رغيف خبز لعائلاتهم وسط تعانوة إسرائيلية بمنع دخول المساعدات الإنسانية والغدائية للفلسطينيين أنين لا ينقطع وآلام لا تتوقف هكذا هو المشهد في قطاع غزة مع اقتراب العدوان الإسرائيلي من دخول شهر الخامس مشاهد واقعية تبصها الكاميرات لكن لا يمكنها أن تنقل حجم المأساة وفداحة الوضع وصعوبة الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة هنا في غزة مأساة لا شبيهة لها في العالم أطفال يتدورون جوعا وعطشا وآباء يلهسون بحثا عن لقمة ولا يجدونها فيما الأمهات لا حول لهن ولا قوة هنا في غزة رائحة الموت في كل مكان فمن لم يمت بنيران القصف يمت جوعا وعطشا وفي كل الأحوال مرضا أشلاء الشهداء تنتشر في كافة مدن شمال غزة فلا تسمح قوات الاحتلال بانتشالها ولا تكريمها بدفنها فباتت وجبات يومية لكل ما هو ضال مشاهد مبكية نراها يوميا على الشاشات يصعب على أي كائن حي أن يتصورها فما بالك برؤيتها وتحملها والتأقلم معها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وصف الوضع في غزة بأنه لا إنساني متسائلا في أي عالم نعيش عندما لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء أو عندما تتعرض القوافل الطبية للاستهداف وحين تضطر المستشفيات لإغلاق أبوابها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أقر بأن قطاع غزة أصبح منطقة موت بعدما تجاوزت حصيلة الشهداء والمصابين المائة ألف فلسطيني فيما باتت غالبية مباني القطاع ركاما ودمارا وتعرضت مرافق الحياة الأساسية للتدمير المتعمد فأصبح الوضع لا يحتمل الحياة